أطعمة تساعد على توازن الهرمونات الهرمونات وهي عبارة عن ناقلات كيميائية في جسمنا تنتج في الغدد الصماء وتنتقل مع مجرى الدم إلى الأنسجة والأعضاء لتخبرنا بوظائفها تعاني العديد من النساء من مشكلة عدم توازن الهرمونات في الجسم من فترة لأخرى وهنا نقدم لكم لائحة بأفضل الأطعمة التي تساعد على تحقيق توازن الهرمونات زيت جوز الهند وهو زيت طعام يستخرج من نواة أو حشوة تمرت جوز الهند الناضجة والتي تأخذ من أشجار جوز الهند ويحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك وهو الحمض الذي يساعد في الحفاظ على توازن الهرمونات بالجسم البروكلي ويسمى أيضا بالقرنبيت الأخضر وهو من أنواع الخضر وهو دولون أخضر ويشبه شكله شجيرة مصاغرة والبروكلي هو مصدر غداء غني بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسادة ويؤكل نيئا أو مطبوخا ويفضل أن يكون مسلوقا بالبخار وبكمية قليلة من الماء ولفترة قليلة حتى لا يفقد الفيتامينات والعناصر الغدائية الأخرى والبروكلي غني بالمواد المضادة للأكسادة والتي تحمل خلايا من التلف والسرطان ويحتوي على كميات وافرة من المعادن والفيتامينات الأساسية كفيتامين جي وفيتامين اي وحمض الفوليك والكالسيوم والحديد والبروتين وغيرها من العناصر كما أن الألياف الموجودة في البروكلي تساعد في دعم توازن الهرمونات وخاصة الهرمونات الجنسية في الجسم وخاصة هرمون أستروجين حبوب الكينوى وهي نوع من الحبوب ويطلق عليها كذلك اسم أم جميع الحبوب نظرا لفوائدها المتعددة وأهميتها البالغة وقيمتها الغدائية العالية وحبوب الكينوى هي حبوب صالحة للأكل كما أن أوراق الكينوى بالإمكان أكلها كخضروات وحبوب الكينوى غنية بالبروتين وتعد بديلا للحوم كما تحتوي على نسبة عالية جدا من المعادن وتحتوي كذلك على حمض الفيتك ولكن هذا الحمض يمكن أن يمنع امتصاص المعادن أو يقلل من امتصاصها جزئيا والكينوى تعتبر مصدرا جيدا للألياف والفوسفور وغنية أيضا بالمغنيزيوم والحديد وبيتامينات بي والبوتاشيوم والكالسيوم والفوسفور وبيتامين او ومدادات الأكسادة المفيدة والأحماض الأمينية الضرورية للإنسان وعلى كربوهيدرات معقدة منخفضة السكر وبالتالي تضمن الحفاظ على مستويات السكر في الدم وهو أمر ضروري للحفاظ على توازن الهرمونات فاكهة الأفوكادو التي تعتبر من المصادر المهمة لفيتامين او وغنية بفيتامينات أخرى خاصة فيتامين بي وتحتوي كذلك على الأملاح المعدنية الضرورية مثل البوتاشيوم والمغنيزيوم وغيرها وتتكون معظم الفاكهة بشكل أساسي من الكربوهيدرات وكافة العناصر الغذائية السابقة تساهم في تحقيق توازن الهرمونات ويختلف لون الأفوكادو حسب الصنف من أخضر إلى أحمر داكن أو أسود وتعرف بارتفاع نسبة الدهون فيها ويأكل لحم الأصفر والأخضر داخل الطمرة ولكن يتم التخلص من الجلد والبدرة داخلها الرمان وهو عبارة عن فاكهة خريفية وقشور الرمان تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسادة أكثر من التي تحتويها الحبوب والرمان فاكهة تحتوي على مئات من البذور الصالحة للأكل وهي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومركبات النباتات النشطة بيولوجيا وتحتوي على بعض السكر أيضا ويقدم الرمان العديد من المنافع والفوائد على الصحة كما أن له دور في تحقيق توازل الهرمونات وتنظيم إنتاج الهرمونات الجذر وهو من الخضر المفيد للصحة ويعرف بطعمه الحلو والجميل ويحتوي الجذر على مادة الكاروتين ونسبة عالية من الكربوهيدرات والمواد البروتينية والأحماض الأمينية ويحتوي على كمية كبيرة من أملاح قلوية تأثير كأملاح البوتاسيوم وفيه كمية قليلة من أملاح السوديوم والكالسيوم والبورون واليود وغيرها ويحتوي على فيتامينات كثيرة أهمها فيتامين A وفيتامين B وفيتامين B2 وفيتامين B6 وفيتامين G وفيتامين D ونسبة عالية من فيتامين PP وينصح بتناول الجذر الذي يساعد على توازل الهرمونات أيضا بذور الكتان وتحتوي على نسبة عالية من الزيت حوالي 40% و20% من البروتينات والأميغا 3 والأميغا 6 والليدنان والأنزيمات المغدية والألياف والمعادن وبعض الفيتامينات لبذور الكتان مميزة وفوائد كثيرة ومتعددة على صحة جسم الإنسان ويمكن تناول بذور الكتان للاستفادة منها ولو من باب الوقاية بدل العلاج وتعتبر بذور الكتان من أهم الأغذية التي تساعد على توازن الهرمونات كانت هذه أفضل وأهم الأطعمة التي تساعد على توازن الهرمونات لدى النساء لا تنسوا متابعتنا وزيارتنا على مدونة رتاج لمزيد من المواضيع والمعلومات حول كل ما يتعلق بالتغذية الأعشاب، الزيوت، الجمال، المرأة، طفل، طبخ، الحلويات وغيرها من المواضيع المتجددة كما لا تنسوا الاشتراك معنا في قناة رتاج والضغط على الجرس ليصلكم دائما جديد الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر